بعد سعيها للتهديئة يبدو أن تركيا عادت لتناور من جديد بملفات كثيرة رئيسها رجب طيب أردغان قال إن بلاده لديها حضور في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وإنها ستستمر في ذلك وشدد أردغان على استمرار تركيا بأعمال التنقيب عما وصفها بحقوقها المشروع من النفط والغاز شرقي المتوسط ومحيط قبرص تصريحات تبدو شديدة اللهجة وتأتي بعد فترة طويلة نسبيا هدأت فيها تصريحات المسؤولين الأتراك الاستفزازية في المنطقة وتجهت فيها أنقرة إلى تخفيف حدة التوتر مع عدد من دول المنطقة والعالم مثل مصر وقبرص واليونان والدول الأوروبية الأخرى على رأسهم فرنسا وأبدت تركيا استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الليبية وإخراج المرتزقة خاصة عقب مشاركتها في مؤتمر برلين الأخير أما فيما يتعلق بقضية الطاقة الشرقي المتوسط فقد أعلن أردغان أنه يمكن التعاون مع دول المنطقة لحل المشكلة وفي الفترة ذاتها بدى واضحا أن تركيا تتجه للتصالح مع مصر عقب سنوات من القطيعة قبل أن تعلن القاهرة عن توقف المفاوضات وأن خلافاتها مع أنقرة كثيرة وليس من السهل تجاوزها ليس من الواضح ما هي خلفيات تصريحات أردغان هذه لكن البعض يرى في ذلك مناورة من طرف التركيا لتتراجع عن وعودها بشأن خروج المرتزقة من ليبيا خاصة عقب تصاعد الضغط الدولي عليها فأنقرة ما زالت لم تتخذ أي خطوة بشأن مرتزقتها في ليبيا رغم توصيات مؤتمر برلين الأخير ومهما كانت خلفيات أردغان فإن تصريحاته تلك قد تثير ردود فعل أطراف دولية كثيرة وقد تعيد عزلة تركيا الدولية إلى نقطة السفر